السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلبة الطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات برانة قناة التعليم الفني حلقة النهاردة مخصصة للصف الثاني تخصص فني صباغة وطباعة وتجهيز منسوجات نظام الجدرات هنستكمل فيها اللي احنا كملناه نتكلم على الوحدة بتاعة صباغة الصوف والحريب بصباغات مختلفة كان من ضمن معايير الأداء وتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت حساب نسبة الانتفاع او حساب الوقت الضايع والوقت النمطي والحاجات دي كلها وتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على ازاي بحسب نسبة الانتفاع بتاعة المكينة وازاي بحسب الوقت الضايع وازاي بحسب الوقت النمطي وازاي بحسب النسبة المقاوية للوقت الضايع هنكمل اللي احنا قلناه يعني احنا كده وصلنا النقطة مهمة وصلنا ان انا عندي كام نوع من الوقت أما يجب أن أقسم الوقت هقسم الوقت إلى وقت ضايع ووقت نمطي ووقت فعلي يبقى أنا عندي كم نعمل وقت الوقت الضايع ده نتيجة الواطلات الوقت النمطي ده المفروض أو المقدر ليه إنه هو يطلع الوقت الفعلي اللي هو مجموع الوقت النمطي زائد الوقت الضايع يبقى ده كده باختصار اللي إحنا قلناه أنا عندي الوقت الزمن بيقسم إلى ثلاثة وقت ضايع اللي هو الوقت اللي هو اطلاب بتاعتي وقت نمطي اللي هو المفروض إنه يحصل فيه أخلص فيه المهمة بتاعتي الوقت الفعلي ده اللي هو نتيجة إنه أنا عندي الوقت النمطي ووقت الضايع أروح جمعهم على بعض يديهي الوقت الفعلي أنا إن شاء الله لما يكون عندي مهمة أو عندي شغل لما يجي أمتحن ويجي يقول لي مفروض إن مدة الامتحان بتاعتي ست ساعات معناها إن هي مظبوطة بالضبط أنت تخلص بعد ست ساعات ماشي هو بيدي نص ساعة كده هو بحيث إن إنت إيه يعني حصل إنت وتجهز أدواتك تجهز حاجتك مفروض إن أنا المهمة بتاعتي بتخلص في الوقت ده طيب أنا حصل إن المهمة بتاعتي اللي بشتغلها عدة ست ساعات أنا كده بنقص كتير في الضراجات نخلي بالنا لأن أنا الشغل بتاعي أو نظام الجدرات لازم أكتازل مهمة بنجاح ولازم أمشي الخطوات بتاعتي كلها مظبوط مضيعش وقت إن أنا أتكلم مع زميلي مضيعش وقت إن أنا أجيب أدواتي لأ حكتي كلها تكون موجودة معي ويكون ملتزم بيها لازم نحافظ على وقتنا عشان ننجز المهمة بتاعتنا في الوقت المسموح لها ماشي ده دي حاجة برة الدرس بتاعنا بس دي بما إن إحنا تكلمنا على الوقت لازم نعرف إن إحنا المهام بتاعتنا في الورشة أو مهام مهمة المفوضة إن أنا عاملها لازم تخلص في المعاد المحدد أي زيادة على المعاد ده بينقصك في تأدير الدرجات بتاعتك فنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نحافظ على وقتنا المحافظة على الوقت ده شيء مهم جدا يبقى الغرض من تأدير الزمن هو إيه ماشي يبقى عرفنا كده يبقى أنا بقلت إيه محافظة على الوقت شيء مهم يعني إيه هو الغرض بقى من الوقت إن أنا حافظ عليه أول حاجة كيفية تأدير إنتاج العامل وكفاءته أقدر أحد أحدد العامل ده تأديره عالي وكفاءته عالية ولا لا لأن أنا قلت إيه أنا عندي في عوامل بشرية وعوامل آلية العوامل البشرية دي اللي بتوقف عليها العامل نفسه هو اللي بيضيع الوقت هو اللي أخطأ لكن عوامل آلية ده يعني حاجة غصب عن العامل خارجة عن يد العامل أو مستخدم الماكينة يبقى كيفية تأدير إنتاج العامل وكفاءته كيفية تاني حاجة كيفية حساب سرعة الخطوط الإنتاجية في نظام الإنتاج المستمر يعني إيه كلمة إنتاج مستمر يعني عمليات متسلسلة وراء بعضها نتكلم يعني إيه إنتاج مستمر يعني عملية بتلحق بها العملية التانية خط مستمر من الإنتاج أم أقول كده هو خط مستمر من الإنتاج يعني أنا عندي أكتر من ثلاث عمليات على خط واحد يعني أكتر من ثلاث عمليات على خط واحد زي أقول نفرض مثلا عملية غلي القماش وأخش بعدها عملية الطبيط وأخش بعدها عملية الصباغة كده ده اسمه خط مستمر أنا بفترج كده يبقى الماكينة زهية بتخلص ويخش شغلها على طول وماشي ما بيقفش ما بتخزنش يخش في خط المستقيم بتاعه ماشي يخش على عمية الطبيط يتبايد وعلى كده يخش على عمية الصباغة الخط الإنتاج بتاعه خط مستمر يعني العمليات متتالية مع بعضها ما تقلش عن ثلاث عمليات وراء بعض أما والخط إنتاج مستمر يعني عمليات ما تقلش عن ثلاث عمليات مع وراء بعض تلاته التعرف على نقط الاختناق في مراحل التشغيل اه طيب ما انا لو حصل عطل في الخط المستمر ده هو حصل عطل مثلا هنا هو يعني هنا حصل عندي خنقه هنمثلها دايما كده بإشارات المرور اما إشارة المرور بتبقى قفلة كده على البيض كتير جاي من هنا وجاي من هنا ببقى فيه اختناق مروري صح كده هنا نفس الكلام انا مثلا لو كمية الانتاج طلع من عمليات الغلي وعندي خلل في خط التبيض وعندي خلل في خط التبيض هيحصل اختناق في العملية ده هيبقى عندي كمية قماش كتيره وما خرجتش المفروض ان القماش داخل ماشي 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 في العمليات بتاعته لغاية ما بيخرج ما يحصلش واقفه الا لو حصل عطل لو حصل عطل يبقى حصل في المنطقة دي اختناق يعني حصل ان كمية قماش تكومت على بعضها او بقت كمية كبيرة ماشي من اللي داخل مش قد اللي خارج مفروض ان انا داخل عندي عشر تلاف متر يخرجوا لعشر تلاف متر في الوقت المحدد ليه طب حصل ان دخل دخل العشر تلاف مثلا المكنة دهيا ومكنة تانية اللي بعديها بدأ يخرج منها يعني جزء كده هون وحصل ان خلل في المكنة فبقى المكنة دي فيها عط اسمها دي نقطة الاختناء نقطة الاختناء او المشكلة اللي موجودة هنا تمام كده يبقى احنا كده نوصل ان احنا عندنا ثلاث انواع من الوقت الوقت الضايع ووقت الفعلي والوقت النمطي مثال يراد اجراء عملية الصباغة على مكينة الججر مكينة الججر دي مكنة ايه برافو عليكم مكنة غير مستمرة مقدر لها وقت نمطي لاتمام هذه العملية مية خمسة وعشرين دقيقة يبقى عملية الصباغة هتم في وقت قد ايه يبقى نكتب الوقت النمطي بتاعها قد ايه الوقت النمطي بيساوي مية خمسة وعشرين دقيقة ووقت انا وقت التشغيل الفعلي وقت التشغيل الفعلي لهذه العملية مية خمسة وسبعين دقيقة الوقت الفعلي كان مية خمسة وسبعين دقيقة عايز النسبة المقوية للوقت الضايع النسبة المقوية للوقت الضايع هو طالب ايه طالب النسبة المقوية للوقت الضايع اروح كاتب على طول القانون بتاع الوقت الضايع اكتب على طول القانون بتاع الوقت الضايع بيقول لي ايه الوقت الضايع الوقت الضايع بيساوي الوقت النسبة المقوية للوقت الضايع بيساوي الوقت الضايع في مية على الوقت النمطي طيب الوقت الضايع موجود عندي هنا مش موجود يبقى اذا اقول هنا هو ان الوقت الضائع بيساوي الوقت الفعلي اخدناها ناقص الوقت النمطي الوقت الفعلي اللي هو كام ال 175 الوقت النمطي كام 125 يعني ضاع عندي 50 دقيقة هياخد ال 50 دقيقة دي وعوض عنها هنا ايه في الوقت النسبة الضائع يبقى اذا النسبة المقوية الوقت الضائع بيساوي ال 50 في 100 على المية 25 بيساوي 40 في المية انا ضيعت 40 في المية من الوقت بتاعي انا اهضرت وقت العمل بتاعي ماشي نتيجة مشكلة مثلا في تركيب المكنة نتيجة عطل القهرباء اي حاجة حصل عندي عطل يبقى انا اهضرت الوقت بتاعي هو وقت من الحاجات المهمة جدا عشان خاطر عملية الانتاج تتم بنجاح تمام كده طيب مثال تاني يبقى احنا كده هو في عندي بيقول لي ايه تقدير كمية الانتاج معلمية سرعة المكينات قال لي بسرعة المكينة نركز في النقطة دي احنا كده قلنا ان العامل بيطلع وقته ومعرفش ايه وبنحسب سرعة المكينة النماطية وبحسب سرعة المكينة دي ازاي بحسب سرعة المكينة في الدقيقة دي ازاي مشانا المكينة دي شغالة بتروس شغالة باستوانات شغالة بعدد لفات شغالة بحاجات دي كلها طيب ما هي لازم فيه طريقة معينة عشان اعرف احسب ان الحرك عدد اللفات بتاعتي انا ما تتمشي اكتر هيطلع لي كمية انتاجه دي لو محيط الاسطوانة بتاعتي القطر بتاع الاسطوانة بتاعي وليل او كبير بيطلع لي قد ايه هنعرف الكلام ده طيب يعني كده اسمها تقدير كمية الانتاج بسرعة بعلمية سرعة المكينات يقدر انتاج المكينات على اساس سرعة سحب القماش سحب القماش يعني انا بس سحب القماش ازاي من المكين التي تتوقف على الحركة الدائرية للإستوانة. الإستوانة بتاكي شغالة في حرقة دائرية. شغالة في حرقة دائرية. وتقدر الإستوانة بعدد الأمطار التي تسحب فيه أدية. وتحسب سرعة سحب الأماش على المكينة كما يلي. سرعة المكينة بيقول لي إيه القانون؟ سرعة المكينة بيساوي محيط إستوانة السحب في عدد اللفات. محيط إستوانة السحب في عدد اللفات. طب أنا محيط إستوانة السحب إستوانة السحب هي تبقى وقد ده شكل إستواني بتسحب لي الأماش المحيط بتاعها هل الصغير ده القطر بتاعه صغير اللي هو القطر بتاعه صغير زي ما يكون الإستوانة بتاعتي القطر بتاعها كبير بتفرق طبعا بتفرق معايا في السرعة بتاعتي ناخد مثال يبقى انا عندي نص القطر بتاع استوانة السحب بيفرق معايا مثال بيقول لي ماكينا نصف قطر استوانة السحب 35 سنتي ناخد مثال اهو نطلع بيانات قال لي نصف قطر استوانة السحب بقول عليها نق نق السحب بيسوي كام 35 سنتي وعدد لفات استوانة السحب 40 لفة في الديئة عدد اللفات 40 لفة على ديئة عايز سرعة المكينة القانون بيقول لي هو سرعة المكينة بيسوي محيط استوانة السحب في عدد اللفات طب هو هنا مديني نق السحب طب محيط استوانة السحب دي اللي هو ايه اللي هو اثنين طه نق السحب اثنين طه نق السحب تمام كده عدد محيط الصنوات السحب اللي هو اتنين طه نق السحب يبقى اذا سرعة المكينة بسوي اتنين طه نق السحب في عدد اللفات اتنين فيه طه ده رقم سابت طه ده عدد سابت يا اما هو بيديني في المسألة تلاتة واربعتاشر من مية لو ما ادهونيش في المسألة تلاتة واربعتاشر من مية بستخدمه اتنين وعشرين على سبعة اللي هي باي لو هو اداني في المسألة قلقته بسوي التلاتة واربعتاشر في مية بو هو عايزك تستخدمها كده ما ادهونيش يبقى على طول حطيش ده مكانها ايه اتنين وعشرين على سبعة في اتنين وعشرين على سبعة فيه نق السحب اللي هي كان خمسة وتلاتين في عدد اللفات أربعين بسوي تمانية وتمانين متر على ديئة بسوي تمانية وتمانين متر على ديئة ناخد مسألة تانية قالك احسب سرعة المكينة عايز سرعة المكينة معرفوش ومديني نصف كتر استوانة السحب أربعين سنتي ومديني علما انبقانة طه بسوي تلاتة واربعتاشر من مية هو هو دهاني معلومة ايه ماشي وقال لي ايه عدد اللفات خمسين لفة على الديئة هكتب القانون بتاعي القانون بتاعي بيقول لي سرعة المكينة في سرعة المكينة في الديئة يسوي نصف محيط استوانة السحب في عدد اللفات اللي هو اتنين طه نق في عدد اللفات هشيل طه دي وحط مكانها ايه اهو مدهاني اتنين في تلاتة واربعتاشر من مية فيه نقم الديهاني بكام باربعين عدد اللفات اديه خمسين وطلعها تمام يبقى اللي اتنين فيه تلاتة واربعتاشر من مية فيه اربعين فيه خمسين هشتسوي كام اتناشر الف خمسمية وستين اتناشر الف خمسمية وإيه وستين متر عدية تمام كده ماشي يا ولاد يبقى احنا كده خدنا ايه خدنا ازاي احسب النزمة المقوية للوقت الضايا وخدنا احسب ازاي نسبة الانتفاع وخدنا ازاي ايه يعني ايه كلمة وقت نمطي ووقت فالي وخدنا ازاي نحسب الحسابات دي كلها وازاي نحسب سرعة المكانة طيب من حاجات المهمة جدا عندنا في الوحدة وفي وحدية صباغة القطن وحدية صباغة القطن من الحاجات المهمة فيها في المخرج الاولان يبدي ومخرج الاولان يبديه ازاي احسب كميات المواد الخام كميات المواد اللي بستخدامها يبقى احنا كده بنتكلم على وحدتين دلوقتي مع بعض انا ما شرحت معاكم وحدة صباغة القطن خلصنا لغاية العقد والربط وما دخلناش بعد كده على حساب الكميات الحساب ازاي بحس الكميات المواد اللي انا بستخدمها في عملية السباق هنتكلم النهاردة ازاي بحس العمليات هي نفس الحسابات لان هي نفس القوانين ما بتتغيرش سواء بقى سباق سباق قطن سواء سباق صوف سواء سباق تحرير سواء سباق تقليف صناعية قليف طبعية ايا كانت هي نفس القوانين ما بتتغيرش بيفرق المسميات او العملية بتاعتها اعرف حاجه مهمه يا ولاد ان انا طالماructured القماش بتاعي بعمله عمليه الصباغه او بغمره جو محلول لازم يكون عندي وزن القماش انا بشتغل بوزن القماش يعني القماش بتاعي لو هعمله عميله صباغه هعمله عميله غالي اعمله عميله طبيض هعمله عميله تعحالية تحرير هعمله عميله ازالة بوش غسيل اي حاجة فيها محلول اي حاجة فيها محلول يبقى لازم يكون موجودة عندي توزن القماش بستخدم على طول وزن القماش لو في المسألة بتاعتي او في البيانات بتاعتي المعطيات بتاعتي مش موجود وزن القماش ابتدي من انا ادور واجيبه لان انا بشتغل بوزن القماش القماش بينزل بوزنه بيبتدي يشرب ويتفاعل مع السوائل الموجودة سواء سبغة او غالية او تبييد او ازالة موش او عمية تحيير اي عملية ايا كانت تمام يبقى لكل العمليات اللي بتتم في وسط مائي او في وغود المية او في المحلول في المحلول لازم يكون عندي ايه برافع عليك ولازم يكون عندي وزن القماش احنا قلنا فيه عندي قوانين اساسية احطاها في دماغي قوانين اساسية احطاها في دماغي ترامه في محلول يبقى قوانين اساسية دي احطاها في دماغي نسترجعها مع بعض احنا اخدناها على فكرة في سنه اولى في وحده الغالي وفي وحده ازالة البوش ماشي على حاجات مصغيرة شوية لكن احنا جبنا دلوقتي ونقدر ان احنا نقبر دماغنا ونقبر شوية في الدنيا ونعرف نشتغل ازاي طيب نفتكر القوانين دي مع بعضين اولاد بيقول لي وزن المادة الكيميائية يساوي وزن القماش في نسبة التركيز على مية تمام بستخدم القانون ده في حالة ان هو بيدين المادة بتاعتي تركيزها في المية قال لي عملت حاجة اشتغلت صبغة بكذا في المية عملت استخدمت ملح بكذا في المية يعني كل المعطيات بتاعتي للمواد كلها ايه في المية في قانون تاني بيقول لي وزن المادة الكيميائية يساوي كمية المحلول في عدد الجرامات على الف يعني ايه القانون ده هو بيختلف عندها اه لا هنا بستخدمه لما بيديني المادة بتاعتي بجرامة على اللتر قال لي استخدمت ملح بكذا جرامة على اللتر تمام طيب اجيب كمية المحلول دي ازاي ديها طريقتين كمية المحلول بيساوي وزن القماش في نسبة القاعد او وزن القماش في نسبة الامتصاص تمام يبقى عرفنا كده ان انا بجيبها ازاي ماشي عندي طريقتين او عندي قانونين وزن مادة كيميائية بساوي وزن القماش في نسبة التركيز العالمية في حال ان هو يديني مادة ايه في المية طب الده لي بالجرامة على اللتر سوي كمية المحلول في عدد الجرامات على قل طب كمية المحلولة جيبها ازاي قانون بيقول لي يسوي وزن القماش في نسبة التقاعد او وزن القماش في نسبة الامتصاص في حالة ان هو يكون بديني في المسألة الكسافة زي ما احنا خدنا السنة اللي فاتت لو في حال ان هو بديني في المسألة كسافة المحلول لو لو دي موجودة باستخدم القانون بيقول لي وزن المادة الكيميائية بيساوي وزن المحلول في عدد الجرامات على الف طب وزن المحلول ده بنجيبه ازاي يبقى ازا وزن المحلول بيساوي كمية المحلول في الكسافة في الكسافة جمية المحلول احنا جايبنا اهي بيساوي وزن المحلول في نسبة القادة وزن المحلول في نسبة الامتصاص دمام كده ها عرفنا كده تمام برافو عليكم يبقى عرفنا احنا ازاي بنستخدم القوانين دي في ايه وقوانين دي في ايه عرفنا لو انا هداني مادة في المية هستخدم ازاي ولو اداني مادة بالجرامعة الليتر باستخدام ازاي ولو اداني في المتاعدة هو اداني في المسألة الكسافة لازم اجيب وزن المحلول لازم اجيب وزن المحلول طيب كده جبنا وزن المادة عايز سعرها عايز يعرف التكاليف قد ايه عايز يعرف التكاليف قد ايه وسعرها قانون بيقولي سعر المادة كيميائية يساوي وزن المادة في سعر الكيلو طلع واندي وزن المادة 10 كيلو سبعة في سعر الكيلو 80 جنيه يبقى وزن السعر السبعة 10 في 80 بـ 800 جنيه تمام كده ناخد مسألة على الكلام ده هو ونشوف احنا قلنا الطبيق ده هو أو الكلام اللي بقوله ده بينطبق على اي حاجة فيها محلول سواء بقى سبعة قطن سبعة صوف سبعة حرير سبعة الياف صناعية سبعة الياف طبيعية اي حاجة هعمل عملية طبيعية هعمل عملية غلي هعمل عملية الزر بوش اي حاجة فيها محلول انا بستخدم مجموعة القوانين دي تمام ولكس في المعطيات بتاعت المسألة عشان لو في حاجة نبتدي ان احنا ايه نفهمها ونشوف احنا نحلها ازاي نشوف المسألة اللي معانا بتقوليها يراد سبعة كمية من الخيوط الحريرية هسبق قماش حرير وزنها 500 كيلو جرام يبقى هنا كده هو مديني ايه مديني وزن القماش باستخدام صبغة حميدية 4% صبغة سعر كيلو 200 جنيه 3% صبون مرسيل سعر كيلو 120 جنيه 15% ملح جروبر سعر كيلو 10 جنيه 5% مادة مسبتة سعر كيلو 8 جنيه 8% صبون لاجراء عملية الغسيل بعد الصبغة سعر كيلو 5 جنيه عايز الوزن والسعر بتاني ده تطبيق مباشر بتادي ده تطبيق مباشر هو قالي انا هعمل عملية سباغه وبديني وزن القماش هو ريحني خالص وبديني وزن القماش وقالي هستخدم الحاجات دي كزاف المية صبغة كزاف المية ملح كزاف المية حامل يبقى على طول باستخدم طالما في المية ببقى استخدم ايه باستخدم القانون بتاع وزن المادة كيميائية نكتبوه مع بعض يا ولاد اهو ماشي القانون بيقول لي وزن المادة الكيميائية بيساوي وزن القماش في نسبة التركيز على 100 يقولنا القانون ده بستخدمه في ايه؟ في حال انه هو يديني المعطيات عندي في المية هو هنا يديني ايه؟ 4% صبغة 5% صبغة كده يعني كل حاجة عندي في المية طيب هو عايز يعرف السعر القانون بيقول لي سعر المادة الكيميائية بيساوي وزن المادة فيه سعر الكيلو برافا عليكم طيب نبتيجي نحل بقى المسألة نمسك اول حاجة نجيب وزن الصبغة بيساوي وزن القماش قده هو مدوني في مسألة مدوني 500 برافا عليكم فيه نسبة التركيز بتاع الصبغة كام؟ 4 على 100 بيساوي 20 كيلو جرام اجيب الوزن اجيب سعر المادة بتحتيه على طول يبقى اذا السعر الصبغة بيساوي وزن الصبغة فيه سعر كيلو 200 جنيه بيساوي 4000 جنيه واي حاجة فيها فلوس كده عشان لو قال لي عايز مجموعها بقى اديها ارقام بقى اديها ايه؟ ارقام ممكن يقولي التكاليف عامية الصبغة بتاعتها اديه بجمع كل الارقام على بعضها ياشي ده الصبغة بخش على اللي بعديها وزن صبون مرسيل بيساوي وزن القماش كام؟ 500 فيه عدد الكام كام؟ 3% 3 على 100 صفرين مع صفرين بيساوي 15 كيلو جرام يبقى اذا سعر الصبون بيساوي 15 في سعر الكيلو كام يا ولاد؟ 120 جنيه واحسبها الـ 15 في المئة وعشرين سوى 1800 جنيه وده بقى رقم ايه؟ 2 برفع ليكو تمام يبقى كده ناقص لي ايه؟ الملح ومادة المثبتة الملح ومادة المثبتة هستخدم نفس القانون واتغير لا هو نفس القانون اللي هو وزن المادة الكيميائية بيساوي وزن القماش في نسبة التركيز العالمية يبقى اذا وزن ملح جلوبر بيساوي وزن القماش اللي هو 500 فيه 15 عالمية بيساوي 75 كيلو جرام سعر ملح جلوبر بيساوي 75 فيه سعر الكيلو كام 10 جنيه بيساوي 750 جنيه يبقى دي رقم كام؟ رقم 3 نخش بعد كده على وزن المادة المثبتة بيساوي ها وزن القماش اللي هو 500 بيقرر نفسه فيه كم في المية 5 عالمية بيساوي 25 كيلو جرام سعر المادة المثبتة بيساوي 25 فيه سعر الكيلو قد ايه 80 جنيه يبقى 25 فيه 80 بيساوي 2000 جنيه دي رقم 4 كده انا عملت عمرية الصباغ قاليك بعد كده انا عملت عمرية غسيل بيستخدام 8% صابون يبقى يجيب ايه وزن الصابون للغسيل بيساوي وزن القماش فيه نسبة التركيز كام 8 على 100 بيساوي 40 كيلو جرام سعر الصابون بيساوي 40 في سعر الكيلو 5 جنيه بيساوي 20 جنيه يبقى دي رقم كام 5 طب طلب مني بقى انا كده عملت ايه جبت وزن الصابغة وسعرها وجبت وزن الصابون وسعره وجبت وزن الملح وسعره والحمل وسعره وماده المثبتة وسعرها وعمية الغسيل وسعرها طلب مني التكاليف بتاعتها يبقى هجمع مجموع الفلوس اللي انا صرفتها قدي يبقى هجمع رقم واحد على رقم اتنين على رقم ثلاثة على رقم اربعة على رقم خمسة يعني في حال انه هو بيطلب مني التكاليف اروح جامع الحاجات دي كلها على بعضها ماشي يبقى نقول اجمال التكاليف بيساوي رقم واحد زائد اتنين زائد ثلاثة زائد اربعة زائد خمسة يعني استاوي واحد اللي هي كام 4000 جنيه زائد 2 اللي هي 1800 زائد 3 اللي هي 750 زائد 4 اللي هي 2000 زائد 5 اللي هي 200 واحسبها بالقل الحزب ماشي احسبها بالقل الحزب زائد 4000 زائد 1800 زائد 750 وقل بيسوي كام بيسوي 8750 جنيه يبقى تكلفة العملية بتاعتي ايه تكلفة العملية بتاع الصباحة بتاعتي تكلفة 8750 جنيه تمام القوانين بتاعتي ابتدي ان انا افهمها مظبوط واعرف استخدام كل قانون في ايه تمام بطريقه دي بقى احنا كده حللنا المسألة ده هي طب ناخد مثال تاني يراد اجراء عملية سباغة يراد اجراء عملية سباغة لقماش صوف وزنه 1000 كيلو جرام الداني وزن القماش باستخدام سباغة نشطة وذلك باستخدام مواد الاتية 6% صبغة 2% سلفات امونيوم 5% ملح جلوبة 2% حامد خليك وبعدين عمل عملية تكميلية وغسيل 1% نشادر 5 جرام على اللتر صابون نسبة الانتصاص 80% عايز وزن المواد المستعدة المسألة دي مكس ما بين الاتنين المسألة دي مكس ما بين القانونين يعني بستخدم القانون الاولاني اللي هو وزن المادة الكيميائية بستخدم وزن القماش في نسبة التركيز عالمية في المواد اللي هو مدهاني كلها في المية طب المواد اللي هو مدهاني بالجرام على اللتر بستخدم القانون التاني بيسوي كمية المحلول في عدد الجرامات على قد نبتدي نحل المسألة مع بعضنا ونشوف ماشي يبقى نبتدي على طول احنا قلنا ايه اول حاجة نمسك بالترتيب اما نيجي نحل في مسألنا كده ونعرف يبقى ماشيين خطوات بتاعتنا بالترتيب 6% صبغة يبقى استخدم القانون الاولين اللي هو بيقول لي وزن المادة الكيميائية بيساوي وزن القماش في نسبة التركيز على 100 رفع عليكم همسك اول حاجة وزن الصبغة وزن الصبغة وزن القماش اللي هو كام 1000 في نسبة التركيز بالتعصبغة كام 6 على 100 بيساوي 60 كيلو جرام تمام كده اخش على اللي بعديها وزن سلفات الامونيوم بيساوي وزن القماش اللي هو كام 1000 برفع عليكم في نسبة التركيز كام 2 على 100 بيساوي 20 كيلو جرام رفع عليكم خش على البعديها وزن ملح جلوبر كام قال لك 5% ملح جلوبر بيساوي وزن القماش في نسبة التركيز على 100 بيساوي 5 كيلو جرام 50 كيلو جرام خش على البعديها الحامد وزن حامد الخليك بيساوي كام وزن القماش اللي هو 1000 في نسبة التركيز كام 2 على 1000 بيساوي 20 كيلو جرام برفع عليكم يبقى كده خلصت عملية الصباغ كده خلصت كده خلصت عملية الصباغ قال لي بعد كده دخلت على عملية الغسيل أو العمليات التكملية العمليات التكملية دي من ننسهاش دي مهمة جدا بعد عملية الصباغ بعد عملية التباعة لازم نعمل عملية التكملية أو اسمها المعالجات النهائية ماشي دي مهمة جدا طيب نخش على العمليات التكملية العمليات التكملية ماشي قال لي 1% أنا شادر يبقى هستخدم نفس القانونها لا يبقى اذا وزن النشادر بيساوي وزن القماش اللي هو 1000 في 1 على 100 بيساوي 10 كيلو جرام قال لي 5 جرام على لتر صابون ينفع استخدم القانون ده لا ايوة برافع عليك وصحيم معايا هو هستخدم القانون اللي بيقول لي وزن المادة الكيميائية بيساوي كمية المحلول في عدد الجرامات على 1000 كمية المحلول موجودة عندي بيش موجودة القانون بيقول لي كمية المحلول بيساوي وزن القماش واشوف هو في المسألة مديني ايه ارجع للمسألة اشوف هو مديني نسبة قد ولا نسبة امتصاص هو مديني هنا في المسألة ايه نسبة امتصاص مديني اهو نسبة الامتصاص اهي 80% نسبة الامتصاص 80% يبقى اكتب كمية المحلول في نسبة الامتصاص ماشي يبقى اذا كمية المحلول هساوي وزن القماش اللي هو 1000 فيه نسبة الانتصاص 80% هيساوي ايه هيساوي 800 لتر هاخد دهيا كده وعود بيها عمكان وزن مادة كميائية يبقى اذا وزن النشادر هيساوي كمية المحلول فيه عدد الجرامات قد ايه خمسة جرام على الالف الصفرين مع الصفرين ماشي بيساوي 4 كيلو جرام 4 كيلو جرام يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنحسب العملية بتاعتي ازاي بنحسب المعطلات اللي معانا ازاي بنحسب الحاجات عندي وازاي بنقدر نحول من القانون ده للقانون دهوا سواء لو الدهوني بالجرام على الليتر او الدهوني النسبة بتاعتي بفل مية طب ناخد مثال تاني يرى سبغة 1000 متر من قماش قطن مبيت بسبغة مباشرة كده دخلنا بقى سبغة قطن انت حد يقولي بقى ده قطن وده صوف ما عرفش احنا اتفقنا من الاول خالص ان ايه اتفقنا من الاول خالص ان انا العملية بتاعتي دهيا ماشي القوانين دي بتستخدم في كافة انواع باستخدمها لاي حاجة فيها محلول سواء بقى بعمل عمليات تحضيرية في محلول او سواء بعمل αمليات سبغة في محلول او بعمل تجهيز نهائي في محلول يعني كل العمليات بتعمل في محليل باستخدم فيها نفس القوانين يعني دي حاجة اساسية قاعدة اساسية عندي يعني لازم اكون عارفهم معايا سواء بقى قطن اختلاف الخمات في اختلاف مواد الكيموية اي حاجة بتاعتي او اي عملية في محلول هي القوانين دي القوانين الاساسية في العمل بتاعي تمام ابقى ناصح كده وفاهم يراد اجراء عملية سباغة ده 1000 متر من القماش قطن مبيض بصبغة مباشرة زرقاء معلومية بيانات الاتية وزن المتر الطولي 100 جرام صبغة بنسبة 6% من وزن الخامة سعرها كذا 750 قرش سودقاش بنسبة 2% من وزن الخامة سعرها 150 قرش مرح طعام بنسبة 20% من وزن الخامة سعرها سعر كيلو قرش واحد المطلوب ايجاد واوزان واسمان المواد المستخدمه طيب انا باستخدم ايه بقى قانون بيقولي هنا هو ايه في المية كل ده كده هون في المية فيش حاجة عندي بجرام على الليتر يبقى على طول نفتكر القانون تاني تاني ومحدش يقول لا دي قطن والتاني ده صوف لا هو نفس القوانين يبقى قانون بتاعي بيقولي وزن المادة الكيميائية بيساوي وزن القماش في نسبة التركيز على مية برافو عليكم على ايه على مية دي في حال ان يديني المادة بتاعتي في المية وسعر المادة الكيميائية بيساوي وزن المادة في سعر كيلو انا بحل المسألة اهو مش دلقانونين ان احنا نستضم في المسألة هل في المسألة عندي هو مديني وزن القماش اول حد يستخدم طول القماش على اساس ان هو وزن القماش احنا قلنا اي حاجة فيها محلول لازم يكون عندي وزن القماش لازم يكون عندي وزن القماش ماشي وزن القماش موجودة عندي في مسألة هنا في المعطيات اللي هو من دهاني وزنها نوسع على المسألة ونشوف هو بيقول لي سباعة 1000 متر يبقى هو هنا مديني ايه مديني طول القماش مديني طول القماش أركز يبقى لازم أجيب القانون بتاع وزن القماش القانون بيقول لي وزن القماش بيساوي طول القماش في وزن المتر الطولي على ألف يعني هيساوي طولي لو ماشي لو كام ألف في وزن المتر الطولي كام مية على الألف يعني بيساوي ميت كيلو جرام لو حدي يتلغبط ويستخدم الطول هتحسب بالنسباله غلط أقرأ وأشوف مسألة إيه أشوف وزن ما تلغبطش لأن حاجات دي منتلغبط فيها عناية كده تروح بتاعيها مني كده وأطلغبط أروح معاوب بالطول لا عشان يطلع النتائج بتاعتي مظبوطة والعمل بتاعي وأنا بحس بالكميات ما حصلش إهضار للمواد الكيموائية اللي أنا بستخدمها لأنه لو حسبت بالطول حسبت الطول كأن الوزن هيحصل عندي إهضار للمواد الكيموائية اللي أنا بستخدمها فلازم يا جماعة نحاول بالقدر الإمكان لنحن نستخدم البيانات بتاعتنا مظبوطة عشان خطر أطلع الحسبات بتاعتي مظبوطة تمام يبقى أمسك أول حاجة عندي كده خلاص جبت إيه جبت وزن القماش يبقى أمسك أول حاجة عندي إيه بقى برافو عليكم أجيب وزن الصبغة وزن الصبغة بساوي وزن القماش اللي هو كام 100 فيه نسبة الصبغة كام 6 على 100 بساوي 6 سيلو جرام أجيب الوزن بقى إذن أجيب السعر السعر الصبغة بساوي الستة تيدي سعر الكيلو 750 قرش ونضرب الستة فيه 750 ستة فيه 750 هي ساوي 4000 و500 قرش وقلنا أي حاجة فيها فلوس بديها إيه أرقام برافو عليكم نخش بعديها على وزن الصودقاش وزن الصودقاش طيب حد يقول لي إيه هي صودقاش خدناها الصودقاش اللي هي كربونات الصوديوم الصودقاش اللي هي كربونات الصوديوم ودي من أهم مواد القلوية من أهم المواد القلوية الصودقاش هي كربونات الصوديوم من أهم المواد القلوية ورمزها NA2CO3 رمزها NA2CO3 بساوي ها قدي يبقى 2% صدقاش يبقى وزن القماش فيه 2 على 100 بيساوي 2 كيلو جرام سعر الصدقاش بيساوي 2 في سعر كيلو قديه 150 ارش بيساوي 300 ارش يبقى دي رقم كام رقم 2 اخش على بعديها وزن الملح ملح الطعام احدد بيساوي وزن القماش اللي هو 100 فيه سعر كيلو فيه عدد النسبه قديه 20 على 100 بيساوي 20 كيلو جرام سعر الملح بيساوي 20 فيه سعر كيلو 1 ارش بيساوي 20 ارش يبقى دي رقم 3 يبقى احنا كده عملنا ايه بقى حسبنا الكميات كلها حسبنا الكميات كلها بس هو كان مديني المعلومة في ايه ايه تاكايا اللي موجود عندي ايه ان هو كان مديني وزن القماش وازن طول القماش وانا من طول القماش بدأت ان انا اخذ المعطيات الموجودة ديني وزن مترطولي بدأت احل المسألة واجيب طول وزن القماش بتاعي تمام؟ وما بتفريش معي يعني صباغة قطن ولا صباغة صوف ولا صباغة حرية ولا صباغة ألياف طبعية ولا صناعية يفرق معي أن أنا أحسب الكيميات بتاعتي مظبوطة لأن هي نفس القوانين ما بتتغييرش نفس القوانين ما بتتغييرش تمام كده ناخد حاجة تانية مسألة تانية يراد صباغة 25 ألف متر من القماش القطن بأحد ألوان صباغات الأحوال وزن المتر الطولي 125 جرام باستخدام المواد القاتية 5% صبغة بنسبة من وزن الخامة هيدو صرفيت سوديوم بنسبة 6 جرام على اللتر ماء أكسوجين بنسبة 3 جرام على اللتر صابون بنسبة 5 جرام على اللتر ونسبة القادة 31 المطلوب أو كمية المواد اللازمة اه ايه ده ده مديني الوزن ومديني الوزن حاجة في المية ومديني الحاجة بالجرام على اللتر انا كده اخبطت وتهت لا ما تهش اقره واشغل دماغي واشوف يراد اجراء عملية سباغة الكمية من القماش طولها او قال لي طولها هعمل سباغي انا هحط في محلول يبقى بديهه اول حاجة هجيب ايه هجيب وزن القماش برافع عليكم يبقى اول حاجة في الحل بتاعي اهو هنجيب وزن القماش بساوي طول القماش في وزن المتر الطولي على الف تمام كده طول القماش اللي هو كام 25000 متر 25000 متر في وزن المتر الطولي كان 125 على الالف يعني بساوي 33 125 كيلو جرام كده طلعت الوزن بتاعي 3125 كمل المسألة قال لي صبغة 5% من وزن الخامة احنا كان يقول لي دايما في المية 5% صبغة لا قال لي عايتي 5% من وزن الخامة هي هيها ما نتلغبطش يستدم القانون اللي بيقول لي وزن المادة الكيميائية بيساوي وزن القماش في نسبة التركيز على 100 يبقى ايه جزا وزن الصبغة وزن القماش اللي هو كام 3125 نسبة التركيز كام 5 على مية واحسابهم بساوي 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 156 25 من مية ايه كيلو جرام نخش على الهيدروسلفيت قال لي بالجرام على اللتر الهيدروسلفيت بالجرام على اللتر هستقدم عني قانون نفس القانون لا القانون التاني اللي بيقول لي بيساوي وزن المادة الكيميائية بساوي كمية المحلول في عدد جرامات على 1000 كمية المحلول مش موجودة بساعدم القانون كمية المحلول بساوي وزن القماش فيه ارجع بقى للمسألة مديني ايه مديني نسبة قعد على نسبة امتصال مديني نسبة قعد واحد الى تلاتين بحط التلاتين فوق والواحد تحت يبقى فيه نسبة القعد يعني بيساوي وزن القماش اللي هو تلات تلاف مية خمسة وعشرين فيه تلاتين على واحد ماشي يبقى تلات تلاف مية خمسة وعشرين فيه تلاتين بيساوي كام تلاتة وتسعين الف سبعمية وخمسين لتر يبقى ازا وزن الهايدروسلفيت بيساوي كمية المحلول وهي تلاتة وتسعين الف سبعمية وخمسين فيه عدد الجرامات كام ستة على الالف يعني بيساوي فيه ستة على الالف بيساوي خمسمية اتنين وستين وخمسة من عشرة كيلو جرام بتتقرر العملية عندي كله عندي بجرام على اللتر بقى كده بتقرر العملية عندي اهم حاجة اركز في المسألة واشوف المعطيات بتاعتي ايه والحاجات اللي انا مفروضة هستخدمها ايه ولو محلول لازم يكون عندي وزن القماش ومتفرقش معايا هعمل سبغة قطن ولا هعمل سبغة حرير ولا هعمل سبغة صوف ولا هعمل سبغة الياف صنعية الياف طبعية نفس الطريقة واحدة نفس الحساب الكميات بتاعتي واحدة اتمنى ان انتوا تقولوا استفدتوا من حلقة النهاردة ولو فيه اي استفسار او اي حاجة على قناتنا على قناة يوتيوب او على الفيسبوك واتمنى تكونوا مستفدين بالمخرج ده يبقى احنا كده خلصنا المخرج بتاع تنفيذ عملية سبغة الصوف والحرير الطبيعي بالسبغات المختلفة والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة